أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات في مؤتمر صحفي نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام الحالي وقال ذنيبات في المؤتمر الصحفي إن عدد المشتركين بالدورة الصيفية الحالية بلغ 127,872 مشتركا ومشتركة بنسبة نجاح مئوية بلغت حوالي 40% وفيما يتعلق بالمدارس الكاثوليكية في الأردن عبر الأب رشيد مستريح الأمين العام لأمانة المؤسسات التربوية المسيحية في الأردن عن سروره بما حققه طلاب المدارس الكاثوليكية في المملكة وقال مستوى نتائج طلابنا في المدارس التابعة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن كانت كسابقاتها من السنوات الماضية جيدة لبل ممتازة في كثير من المدارس والحالات نسبة مع المعدلات المنخفضة للنجاح يعني بينما نجد في الفرع العلمي للسنوي العام لهذا العام الدراسي 2015-2016 لن تتخطى أكثر من 63% والإدارة المعلوماتية 26% والفرع الأدبي 18% نجد أغلب طلاب مدارسنا حققوا ما يتخطى 90% من نجاح مجمل الطلاب في بعض المدارس نجد نسبة نجاح الطلاب يصل إلى 98% وفي أدنى الحالات يتجاوز ما بين 85% و90% طلابنا كانوا ممتازين بالرغم من أكرر من نسب النجاح المنخفضة بشكل عام في كافة مدارس المملكة كما عبر الأب أشرف النمري عن بالغ سروره بما حققته مدارس البطريركية اللاتينية من نتائج متقدمة للطلبة نتائج السنة الحمد لله كانت كثير كويسة وممتازة معدل العلمي بصل بين 80% إلى 85% النجاح في إحدى المدارس في الجنوب الوسية حققت أول ثمن أوائل على المحافظة والمدارس الثاني برضو حققت معدلات عالية في الفرع المعلوماتية بالرغم من أنه متدني في المملكة إلا أنه بمدارسنا كان ما يقارب 40% النجاح وقال فواز نصراوين من إدارة مدارس الروم الملكيين الكاثوليك إن نسبة النجاح في مدارسهم كانت مقبولة ومرضية رغم صعوبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية كما عبر نصراوين عن سروره لما وصلت إليه مدارس الكاثوليك من تقدم وازدهار خاصة في مجال المناهج التعليمية حيث تمت إضافة بعض المواد بحسب برنامج مدارس إكسفورد العالمية أيضا نتائج الثانوية العامة في كل سنة نحن نحقق نسبة مقبولة ومرضية عنها هناك ملاحظات على الأسئلة التي تحصل مثلا أسئلة هذا العام أسئلة السنة كانت اللغة الإنجليزية فيها صعوبة يعني كان الأولى أن يكون فيه هناك نحن نعرف هذا الشيء من التغذية الراجعة من مدراء المدارس من أولياء الأمور من الطلبة أنفسهم أنه في بعض الأسئلة أعلى من مستوى الطلبة أيضا في عنا نقطة يعني نحب نكون قريبين جدا وتواصلنا مع أولياء الأمور في يعني إيجاد أي موضوع له علاقة في تحسين العملية التربوية يعني نستقبل أراء الناس أراء أولياء الأمور حتى أنه ممكن نكون بوضع أفضل حتى لو انتقدونه يعني هذا شيء إيجابي يعني وفي ذات السياق التقت نورسات مع مديرة مدرسة ثيدورس الأول في عمان المعلمة كنار سويس التي قالت أن النتائج كانت أقل بكثير من الجهود المبذولة وأن الأسئلة في الامتحانات كانت أعلى من مستوى الطلبة بشكل عام ولكن رغم كل ذلك فإن المعدلات التي حصل عليها الطلبة تخولهم الدخول إلى الجامعات وفعلا استطاعت المدرسة أن أتحقق هذا الهدف التي هي ساعة لتحقيقه من خلال أنها ضعفت نسبة النجاح من 25% إلى 50% أكيد نحن مش راضين عن هذه النسبة بس كمان سعداء أنه قدرنا نرفع نسبة النجاح وكمان يسعدنا جدا أنه نسبة 95% من المعدلات التي حصلوا عليها طلابنا هي معدلات تؤهلهم أنهم يلتحقوا بالجامعات الحكومية وفقاً للي صدر في الجريد الرسمية للمعدلات القبل في الجامعات الأردنية الحكومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر